نادي الشرطة العراقي يختتم الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري العراقي الممتاز بامتصار ثمين على نادي القاسم بهدف وحيد حمل توقيع السوري محمود الموس وينفرد نادي الشرطة بصدارة الدوري بفارق سبعة نقاط عن ملاحقه نادي القوة الجوية حيث كانت مراسيم انطلاق المباراة اجمل ما يكون حيث حمل الطاقم التحكيم القرآن الكريم على صدورهم عند دخولهم الملعب وهذه رسالة موجهة الى العالم والى كل من عبث بالقرآن الكريم الدولي العراقي ريبين سولاق في حديث حيث قال اعلنت اعتزال اللعب دوليا لانني اريد ان افسح المجال الى اللاعبين الشباب لخدمة بلدنا العراق اللاعب العراقي زيدان اقبال يبدأ بالتدريد استعدادا لبداية الموسم مع النادي الهولندي المدرب العراقي عباس عطية في حديث خاص لموقع العراق حيث قال الاسباني فيسوس كاساس ناجح لحد الان وبحاجة الى دعم الجميع وخصوصا المدربين وبشكل اخص الاتحاد وتنفيذ متطلبات استمرار النجاح انتقال زيدان اقبال لوريخت الهولندي افضل قرار واتمنى ان نستمتع بموهبته مع ناديه الجديد الفتنة بين اللاعب المحلي وكذلك المغترد لن تنتهي الا عندما نتخلص من الهزائم النفسية والعقلية المتكررة كابتن منتخب شباب العراق عبد الرزاق قاسم في تصريح حيث قال امنيتي تمثيل نادي ريال مدريد الاسباني واضاف قائد منتخب شباب العراق عبد الرزاق قاسم لدي عروض من اندية هولندية وبرتغالية وحلميه وتمثيل نادي ريال مدريد الاسباني ماذا اصاب اللاعبين العراقيين هل هذا استهزاء بانفسهم ام هو طموح لا بد ان يتحقق في يوم من الايام شاهدنا اللاعب علي جاسم عندنا قال حلمي ان العب في نادي برشلونة الاسباني واتأمل ان يتحقق حلمي في يوم من الايام المدرب العراقي مهدي كاظم في تصريح حيث قال هناك حملة على المدرب المحلي لكن لا يستطيعون محوى انجازات المدرب المحلي اذا حاولوا ضياع انجازات المدرب المحلي التاريخ يتكلم عن المدرب المحلي ولم ينس انجازاتهم والكلام ممكن يشكل دافعا للمدرب حتى يطور من نفسه من خلال المعايشات والدورات التدريبية المدرب المحلي هو صاحب الانجازات للكرة العراقية احد المواهب العراقية في الدوري الفنلندي احمد ذياب العياذي صاحب الثمانية عشر عاما مهاجم يمين يلعب في نادي انجاس الناشط في الدوري الفنلندي الدرجة الثانية للكبار في اخر اربع عشر مباراة سجل اربع عشر هدف نتمنى ان يتم تسليط الضوء على المواهب الجديدة الاتحاد السويدي لكرة القدم يعرب بعدم تدخله عن الجريمة النكراء وهي حرق القرآن الكريم وامام مجمع كبير من الناس حيث جاء في خطاب الاتحاد السويدي كرة القدم بعيدة عن المنحدرات الدينية والعرقية والسياسية خيارات مهمة متاحه امام الكتن راضي شنيشل قبل المشاركة في تصفيات كأسي اسيا تحته ثلاثا وعشرين عاما المؤهلة الى اولمبياد باريس حيث يملك راضي شنيشل اسماء عديدة وواعدة يوسف الامين لاعب نادي في نود الهولندي الكسندر اوراها لاعب نادي كوينز بارا كارينجرز الانكليزي منتظر ماجي بلاعب نادي هاماربي السويدي امين الحموي لاعب نادي هيلسنبورد السويدي ادم طالد لاعب نادي البورد الدنماركي رسميا تم ترحيل اللاعب العراقي الاصل صاحب الستة عشر عام نوح درويش الى الفريق الاول لرديف فرايبورد المشارك في دوري الدرجة الثانية الالمانية يجدر بالذكر ان فريق فرايبورد الرديف حقق المركز الثاني في الموسم الماضي يعتبر درويش لاعبا مميز وموهوب نأمل ان نراه في المستقبل القريد بقميص اسود الرافدين على درار يوسف الامين ورومان دولتشي المدير الاداري للمنتخب العراقي مهدي كريم في تصريح الاسباني في سوسكا ساس رفض مواجهة منتخب ماليزيا وديا في العاصمة كوالا لمبور قبل نهائيات كأسي اسيا وفضل اقامة اللقاء في الدوحة لم نتلقى اي خطاب رسمي بشأن مواجهة منتخبي هوند بوني اوزباكستان وديا في البصرة خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل رسميا قطر تنجح في تجنيس البرازيلية دميلسون لاعب ادحيل وسيشارك في كأس اسيا الفين وثلاثا وعشرين مع المنتخب القطري درغام اسماعيل في تصريح الهجمة على همام طارق هدفها تسقيط اللاعب المحلي بعض اللاعبين يدورون عليهم اي نقطة ضعف في سبيل التهجم عليهم وهناك لاعبين اخرين يخربطون ولا احد يستطيع ان يمسمهم ولو بكلمة واحدة وهم المغتربين المدرب المساعد للمنتخب العراقي السادق رحيم حميد في تصريح خاص لموقع العراق حيث قال انتقال زيدان اقبال لطريخ الهولندي خطوة لابراز امكانياته زيدان اقبال سيتطور اكثر في هولندا وبحال تألقه من الممكن عودته لانشستر يونيتد او احد الاندية الانكليزية الاخرى الاسباني في سوسكا ساس ما زال في مرحلة اختبار للعبين وبطولات المقامة في تايلند وكذلك الاردن ستظهر ملامح تشكيل السود الرافدين في بطولة غرب اسيا الحصول على بطولة غرب اسيا صعب واليابان منتخب قوي ومتطور وحقق فوز كبير على منتخب البيرو في اخر مباراة ودية حيث كانت النتيجة اربعة اهداف مقابل واحد واضاف وجود السموراي مع العراق في نفس المجموعة افضل من مواجهته في الادوار الاقصائية اللاعب العراقي ولاعب نادي الكهرباء علي جاسم في تصريح حيث قال ساغادر بعد عيد الاطحى الى بلجيكا للالتحاق بفريقي الجديد اللاعب العراقي درغام اسماعيل في تصريح حيث قال رغم ان منتخبنا لعب بعناصر جديدة ولكن مباراة كولومبيا هي افضل مباراة لمنتخبنا الوطني من ناحية الانضباط وتطبيق فكر المدرب كاساس وستشاهدون منتخبنا بشكل افضل من مباراة كولومبيا اذا استمرت المباريات والمعسكرات بهذه الطريقة توقع حارس مرمى المنتخب العراقي الاسبق عماد هاشم بان توجه الاندية العراقية الى المدرب الاجنبي ابتداءا من الموسم المقبل 2023-2024 واعلن الاتحاد العراقي اليوم الاثنين الموافقة على تنفيذ التوصيات لحامل الشهادات التدريبية المسموح لهم بالعمل مع المنتخبات الوطنية ودوري المحترفين حيث اشترط الاتحاد ان يكون المدرب حاصلا على شهادة برو المعتمدة من قبل الاتحادين الدولي والاسيوي وقال هاشم لموقع العراق ان التطبيق دوري المحترفين في العراق خطوة مهمة الى الامام ومخاطبة اتحاد الكرة العراقي لادارات الاندية بشأن الشهادات التدريبية امر ايجابي وسينعكس ايجابا على الكرة العراقية وبين ان نجاح دوري المحترفين يبدأ من اناطة الفراق لمدربين يملكون شهادات تدريبية مرموقة لافتا الى ان ادارات الاندية ستتوجه صوب المدربين العرب والاجاند كون اغلب المدربين العراقيين لا يمتلكون شهادة برو وكان رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال قد اكد بان دوري المحترفين سينطلق في شهر اكتوبر تشرين الاول المقبل بمشاركة ست عشر فريقا ترجمة نانسي قنقر